أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع اجمالية الصادرات المصرية لتبلغ 45.2 مليار دولار خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققت الصادرات المصرية في تاريخها وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أشار مدبولي إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية جاء من نصيب الصادرات غير البترولية مشددا في الوقت ذاتي على دعم الدولة الكامل لتشجيع توطين التصنيع المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة يمكن أن نهارده استعرضنا إجمالي الصادرات المصرية اللي حصلت في عام 2021 والحقيقة ده أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها كله ويمكن الحقيقة باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد أن كانت أعلى رقم وصلت له قبل كده الصادرات المصرية هو ستة وتلاتين وسبعة من عشرة وده كان في العام المالي عشرين عشرة عشرين حداشر ولكن النهاردة إحنا الحمد لله بنتكلم على رقم الخمسة وأربعين واثنين من عشرة اللي هو إحنا بنعتبره النهاردة خطوة في إطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لازم الصادرات المصرية تتجاوز المئة مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة وإن إحنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جداً الحقيقة لما يعني شيء آخر جدير بالذكر أنه لما بنستعرض هيكل الصادرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم أن الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بترولية وليه بقول ده إنه شيء مهم لأن الصادرات غير بترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة رئيس للحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية